وعلى المزيد حول الأزمات المركبة التي يعيشها لبنان وآخرها تشكيل الحكومة في ظل ارتهان القرار لسلاح الميليشيات ينضم إلينا فرانكو عبدالقادر مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية عبر سكايب من الزيورخ أهلا ومرحبا بك أستاذ فرانكو أهلا وسهلا فيكم أزمات اقتصادية وسياسية تهدد مستقبل لبنان مع استمرار الخلافات السياسية مع ذلك لا تزال القوى السياسية اللبنانية تتصارع فيما بينها على المناصب ما هي التحديات التي تقف أمام تشكيل الحكومة من وجهة نظركم بداية تحية لكم وللمشاهدين الكرام حياك الله الله عليك إنما يدور في أزكة أو أروقة السياسة في لبنان من ادعاء بأن هناك مشاكل سياسية وخلافات بين أركان السلطات هو كلام غير منطقي وكلام للحقيقة هو ادعاء لأن حقيقة الأمر أن أركان السلطة الفاسدة في لبنان يحاولون أن يلهوا الشعب ويقولوا للشعب بأنهم مختلفون فيما بينهم ولكن الحقيقة أنهم لا يزالون متفقون على هذا الشعب متفقين على أن لا يقوموا بحل سوى بحل يناسبهم ويناسب إماراتهم الطائفية بالأحرى أن السلطة الفاسدة في لبنان تدعي أن هناك خلافات سياسية وخلافات على المراكز فيما بينها ولكن الحقيقة هي أنهم متفقون ويقومون بالمؤامرات لفض الشعب ولجعل الشعب يترك هذه الثورة التي قام بها في 17 في 17 من تشرين بالألفين وثمانية عشر والألفين وتسطع عشر وبالتالي هذا كلام عاري عن الصحة بأن هناك خلافات بين أركان السلطة الفاسدة في لبنان طيب بالمقابل هناك تحديات أكبر تنتظر الحكومة أهمها الأزمة الاقتصادية هل ترى أن الحريري قادر على تخطي هذه الأزمة في ظل الحياد الذي تتلبس به الدول الداعمة تاريخيا؟ يعني حقيقة الأمر أنه لو كان السيد سعد الحريري قادر على قلب الأمور الاقتصادية قادر على إنعاش البلد عبر تأليف حكومة لقام بتأليف هذه الحكومة من اليوم الأول لأن كل الأفريقاء في لبنان ومنهم حزب الله طبعا يريدون أن ينتعش الاقتصاد لأنهم كلهم يرزحون تحت العبء الاقتصادي بفعل العكوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على حزب الله وعلى حلفائه وبالتالي سيد سعد الحريري لن يقوم بقلب المعادلة الاقتصادية في لبنان لأنه لو ألف حكومة فستكون مثل هذه الحكومة الآن الحكومة المستقيلة مثلها تماما لا يوجد أي حل بالأفق لأن لبنان يرزح تحت حصار كبير حصار عربي وأمريكي وأوروبي لأن المتحكم بالأمور والمشهد اللبناني هو حزب الله وبالتالي كل الدول وكل عالم أصبح يعرف اليوم أنه لا يمكن أن يساعد الدولة اللبنانية أستاذ الكريم الدولة اللبنانية تعيش في كنف دولة حزب الله أي أن حزب الله وسلاحه هو المسيطر الأول على الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية والخارجية والداخلية في لبنان حزب الله يعني كيف تستطيع الدولة أن تسحب سلاح حزب الله وحزب الله أقوى من الدولة وهو يتحكم بكل مفاصل الدولة يتحكم بالكضاء والأمن وكل شيء وبالتالي لن تستطيع الدولة سحب سلاح حزب الله لأن سلاح حزب الله قد هيمن على الدولة اللبنانية شيئا فشيئا حتى وصل إلى السلطة والحكم المطلق في لبنان طبعا عبر دعم إيران له منذ بداية السمانينات للأسف الدولة اللبنانية أركان أركان الدولة اللبنانية ومنهم طبعا فريق 14 أزار الذي قام بالثورة وطرد الجيش الأسد السوري من لبنان يعني قد سهم للأسف بهذا الوضع المزري الذي وصلنا إليه إلا وهو أن حزب الله يتحكم بكل شيء في لبنان ولن نستطيع أبدا نحن وطنيا أن نجرده من سلاح إلا ربما بتدخل الأمم المتحدة أو الدول العربية أو أحد ما لكي يكفينا شر هذا السلاح ليس نحن فقط من ساكفينا شر هذا السلاح بل الدول العربية الأخرى لأن حزب الله ينطلق من لبنان لمواجهة ومحاربة كل الدول العربية للأسف المحللون يجمعون على أن السبب الحقيقي وراء مماطلة حزب الله هو رغبة إيران في استكشاف سياسات جو بايدن كيف ستؤثر السياسات الأمريكية الجديدة على رسم الخريطة السياسية في لبنان برأيكم؟ شو بايدن نعلم أنه كان نائب الرئيس أوباما الرئيس أوباما قد قام بعقد صفقة للاتفاق النووي مع إيران وعبر هذا الاتفاق الذي كان ضعيفا بالنسبة للأمريكيين والعرب طبعا كلنا رفضنا هذا الاتفاق لأنه يعطي الحرية المطلقة لإيران ويفرج عن أموالها التي تحارب بها الدول العربية عبر هذه الأموال التي تدعم بها حزب الله في لبنان والحوسيين في اليمن وغيرهم من أزريعتها في المنطقة يعني بايدن سينتج نفس الاتفاق الذي كام به أوباما مع الإيرانيين وبالتالي إيران تعول كثيرا على نجاح بايدن وعلى اتفاق ربما تستطيع إتمامه مع بايدن ومن هنا هي تماطل في ترك لبنان يؤلف حكومة حتى لو ألف لبنان حكومة برئاسة سعد الحريري أو غيره لن يجد نفعا إيران نعم هي تعتقد أن وجود بايدن في البيت الأبيض سيغير من السياسة الأمريكية هذا ما نعتقد به أيضا ولكن الوقت طويل حتى يستلم بايدن الموضوع النووي الموضوع الاتفاق النووي والوضع في لبنان وبالتالي نحن بعيدون كل البعض عن أي حال في لبنان حاليا نعم الأستاذ فرانك عبد القادر مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية كنت معنا عبر سكايب من الزيورخ شكرا جزيلا لك